مرحبا بكم. معكم نورس علي. ونستمر مع التعلم اشياء جديدة. واليوم سنبدأ بشيء جديد اسمه هيدلس يامس. وهذا هي مقدمة لمسار جديد. اليوم لن نكتب كود. لن نثبت شيء. فقط سأعرض لكم المفهوم. فرجاء الجميع يشاهد هذا الفيديو على الاقل حتى يتعلم عن هذا الشيء. لان هذه الكلمة لابد انك سمعتها في احد المقالات او احد الفيديوهات. قرأتها في احد المقالات وسمعتها في احد الفيديوهات. التي هي هيدلس سيامس. اليوم سنجيب عن الاسئلة التالية. اليوم في هذا الفيديو سيكون هناك اجابة عن الاسئلة التالية. ماذا يعني سيامس? ماذا يعني هيدلس سيامس? ما هو فرق بين السيامس و هيدلس سيامس? ولماذا نحن سنجب او لماذا قد نستخدم هيدلس سيامس? وما هي فائدته? وكيف يكون تطبيقه? فاذا هذه الاسئلة التي سأجيب عنها اليوم فانضم لي في هذا الفيديو. حتى ترافقت اسمع وشاهد. لا داعي لأي تطبيق. فاذا لنبدأ معا. فبخصوص سيمس. سيمس يعني كونتنت مانيجمنت سيستم. كونتنت مانيجمنت سيستم يعني نظام ادارة المحتوى. ثير مثال على هذا الموضوع هو ووردبريس. ووردبريس سهل واغلبنا يعرفه اذا كنت لا تعرفه فدعونا نتصفحه سوية لنرى ماذا يعني آآ نظام ادارة محتوى. ما الشيء الذي سيقوم به. فمن اسمه نظام ادارة محتوى. يعني هناك محتوى. هناك ما هو هذا المحتوى? قد يكون مقالات. قد يكون صفحات. قد يكون صور. وقد يكون آآ اشياء مختلفة. فاذا المحتوى وهذا النظام يساعدنا على ادارة المحتوى. فدعونا نرى مثلا موضوع المقالات. فاذا ذهبت الى ووردبريس وكل المقالات. حتى لو كنت لا تعرف ووردبريس ولا تعلم به. لا مشكلة. فقط شاهد. فاذا هذا هذه الصفحة فيها مقالات. مقالات كأي مقالات انت تقرأها. فهذه المقالات الموجودة هنا تمت اضافتها من خلال ووردبريس باضف جديد. فاذا تم النقر على اضف جديد. وتم اضافة هذه المقالة. فاذا هذا النظام ادارة المحتوى يساعدني على اضافة محتوى. فانا يمكنني مثلا نكتب هنا العنوان والى اخره والوصف او الكونتنت. واقوم باشياء. واقوم باشياء مختلفة. وآآ واضافة اشياء مختلفة يعني للمقالة. وهذا النظام ساعدني على ادارة المحتوى بالنقطة الاولى التي هي اضافة المحتوى. ايضا هذا النظام ساعدني مثلا على حذف المحتوى. فيمكنني مثلا ان اقول ان هذا اريد ان ارسلها لسلة المهملات. تذهب لسلة المهملات. وثم يمكنني ان احذفها بشكل نهائي من سلة المهملات. آآ فاذا يمكن ان احذفها هنا بشكل دائم. فاذا ساعدني هذا النظام على اضافة المحتوى. ساعدني على حذف المحتوى. ايضا ساعدني على تعديل المحتوى. يعني مثلا يمكن ان اقوم بالنقر على تحرير هنا. ويمكن ان اكتب مثلا اهلا بالعالم. آآ مثلا اثنين هكذا. فانا عدلت المحتوى. قم بالنقر على تحديث. فاذا هذا النظام ساعدني على اضافة حذف تعديل. وآآ يعني بمعنى اخر هذا النظام ساعدني على ادارة هذا المحتوى. الذي مثلا مقالاتي. فوردبريس يعتبر نظام ادارة محتوى. آآ فكرة ووردبريس انه نظام ادارة محتوى تقليدي. ومعنى تقليدي انه بشكل عادي. انا اضيف قمت باضافة هذه اهلا بالعالم. دعوني احدث حتى تظهر اثنين. فاذا قمت باضافة وتعديل هذه آآ اهلا بالعالم اثنين. ويمكنني ان اعرضها. فاذا اذا ذهبت الى عرض هنا. فيمكن ان اعرضها الان سترونها امامكم. فاذا هذه هي مقالة اهلا بالعالم. ها هي. فاذا تم فعليا عرضها. فاذا ووردبريس ما الشيء لك نظام محتوى تقليدي. الشيء الذي يقوم به هو انه يساعدني على ادارة المحتوى زائد عرض المحتوى. فبالتالي انا يمكن ان اعرض المحتوى هنا. طبعا الشكل شكل العرض طريقة العرض هنا بوردبريس تعتمد على شيء حدده باسمه قالب. فقالب العرض انت يمكنك ان تختاره وهذا يؤثر على كل المحتوى. طبعا بالطريقة التقليدية هذا. لا انتبهوا لكلامي. بالطريقة التقليدية هذا لخاصة بوردبريس. لا يمكنني مثلا ان اخذ هذه المقالات واعرضها بمثلا بطريقة اخرى. غير طريقة العرض هذه التي يحددها ووردبريس. فالتالي ووردبريس هو النظام محتوى التقليدي يساعدني على ادارة المحتوى واحد صحيح. زائد يساعد يقوم بعرض لهذا المحتوى بطريقة هو الذي يحددها طبعا يتحكم بها القالب الى اخره البلغينز الى اخره هذا غير مهم. لكن الفكرة الاساسية انه مرة اخرى وكرر نفسي يدير المحتوى زائد عرض المحتوى. وهذا اسمه نظام محتوى ادارة محتوى تقليدي. هناك نظام ادارة محتوى غير تقليدي مختلف عن ووردبريس. مثلا لدينا نظام ادارة محتوى هذا اسمه استرابي. اه فانا قمت بتثبيته فقط انا اريد العرض لكم الفكرة. فاذا هذا ليس فيديو تثبيت وليس فيديو شرح. هذا فيديو فقط عرض الفكرة. فاذا هذا نظام ايضا اسمه ادارة محتوى يعني ذهبنا الى لاحظوا اسمه هيدلس يامس. فاذا ايضا هو ادارة محتوى. فانا اتوقع منه ان يقوم بما يقوم به ووردبريس العرض والتعديل والى اخرى. فاذا ذهبت الى هذا النظام بهذه الصفحة فيمكن مثلا ان اقوم هنا بالنظر بمنجر يعني ادارة المحتوى اه وهنا او مدير المحتوى هنا يوجد لدينا شيء اسمه يوزر. يمكنني هنا ان اضيف يوزر جديد. اضيف هنا يوزر نيم اضيف له ايميل اضيف له باسورد واقوم بالحفظ. فاذا انا استطعت ان اضيف محتوى هنا. نفس فكرة ووردبريس. ايضا يمكنني هنا ان احذف اه محتوى. اذا تم اضافة شيء هنا يمكنني ان احذفه. ايضا يمكنني ان اعدله. وايضا يمكنني ان انشأ نوع محتوى جديد. يعني مثلا هنا لدي مثلا يوزر. هنا اذا ذهبت الى يمكن مثلا ان اقوم باضافة نوع محتوى جديد من هنا. اقوم بكريايت وهنا اضيف هذا المحتوى. مثلا اريد هذا المحتوى ان يكون مثلا اسمه مثلا recipe مثلا محتوى عن الوصفات الطعام. كون هذه ايضا نتعامل معها في كورس wordpress. على اي حال. فاذا continue فاذا هذه recipe. فالrecipe سيكون لها name. وسأقوم ايضا باضافة لها text وسيكون لها description. فاذا finish. فاذا الان اصبح لدي recipe هنا. لديها name ولديها description. فاذا ذهبت الى content manager هنا. طبعا لم اقوم بالحفظ. فسأحتاج ان اقوم بالحفظ. فقم بالحفظ. وهذه هي اخذ وقت لانه يقوم بحفظ البيانات في قاعدة البيانات او يقوم بحفظ هذا structure لديه. الان سنضيف البيانات لقاعدة البيانات من خلال content manager. جيد. فنحن قمنا باضافتها. الان لو ذهبنا الى content manager هنا وسنجد لدينا recipe فيمكن ان اضيف مثلا recipe جديدة وعطيها اسم مثلا المنصف. الجميع يحب المنصف في الاردن صحيح وهنا نكتب وصف مثلا عنها و save. وايضا يمكن ان اكتب هنا publish لنشر هذا المحتوى ويمكن ان اضيف محتوى اخر من هنا فاذا اقوم بcreate entry جديدة مثلا اكتب tacos مثلا mexican dash وهنا save ويمكن ان اكتب publish. فاذا هو ساعدني على اضافة محتوى. فاذا ممتاز. وايضا ساعدني على تعديل محتوى. يمكن ان اقوم بنقر على هذا واقوم ايضا بتعديله. مثلا tacos do مثلا هنا و save. فاذا استطعت تعديله. ايضا يمكن ان اقوم بحذف هذا المحتوى. فاذا نفس فكرة wordpress. فاذا wordpress ساعدني على اضافة نفس الشيء. نفس الشيء هنا استطعت القيام بنفس الموضوع. طيب الان هذا content management system ساعدني على ادارة المحتوى. لكن كيف يمكن ان اعرض هذا المحتوى. فاذا الطريقة هي التالية. هو انني اذهب في المتصفح لشيء اسمه ABI recipes. وهنا يفترض ان تظهر طبعا لم تظهر لدينا لانا لدينا مشكلة في الاذونات. اه فلا مشكلة ساغيرها بشكل سريع. اذا هنا بخصوص الريسيبي ساعطي اه find طريقة العرض. هل هي طريقة عرض اه فعليا كما هي تظهر لديه هنا في wordpress. فعليا لا. هذه ليست طريقة عرض. هي فقط هو يقول لك ما هي البيانات الموجودة. وانت يمكنك بالنهاية ان تأخذ هذه البيانات من اي مكان تريد. من اي تقنية تريد. وان تعرضها بالشكل الذي تريد. مثلا يمكنك اخذ هذه البيانات. لدينا الان نقطة نقطة يوريل يمكنك ان تقوم بالذهاب اليها او فتش لهذه النقطة. وتقوم بعرض البيانات الريسيبيس بهذه الطريقة. يمكنك ان هذه اليوريل تقوم بفتش له مثلا من next.js app. من react app. من view app. من angular app. فاذا يمكنك ان تقوم بأخذ هذه البيانات وعرضها بأي تقنية انت تريدها. بشكل سهل جدا. فاذا الان لاحظتم الفرق بين head و headless cms. الheadless cms لا يحددك بطريقة العرض. انت يمكنك ان تعرض هذه البيانات. هو فقط يدير لك المحتوى. وانت يمكنك ان تعرض البيانات في اي تقنية في اي مكان تريد. مجرد ان تقوم بجلب البيانات من هذا اليوريل الذي يتيحه. يتيحه. اه لك. ال content management system. فذالا نأتي لمدة لماذا اسمه headless. ففكرة الفكرة التي اه يعني يتم توضيحها هذا الموضوع ان ال head يعتبر كلمة head يعني front end. فاذا هي ال head هنا لدينا يعني ال front end يعني الواجهة الامامية. اه والواجهة الخلفية والمكان الذي فعليا يتم فيه ادارة المحتوى. هذه اسمها ال body. فاذا ال body يعني فعليا المكان الذي يحدث فعليا فيه التغييرات هو هنا. فاذا هذا اسمه body او back end او واجهة خلفية. اما او front end. فهذا ال content management system مثل استرابي اسمه headless. وهيدلس يعني ان لا يوجد له head. ولا يوجد له طريقة عرض. وفعليا استرابي او مثل هذه الانظمة بادارة المحتوى لسه لها واجهة امامية لعرض الاشياء. كما مثلا لدينا هنا في wordpress. فهذا الشيء يجعل اسمها headless cms. فمرة اخرى لا تحددك بطريقة العرض ان يمكنك ان تقوم بجلب البيانات منها وتعرضها في اي مكان. الان فهمنا ماذا يعني headless cms وماذا يعني cms تقليدي مع اعطاء الامثلة فهمنا عن هذا الموضوع. لكن السؤال مرة اخرى اه ما هي الفائدة? كيف استخدمها? ما هي الطريقة? فمن الاستخدامات لهذا الموضوع او التطبيقات لهذا الموضوع? يمكن ان يكون بwordpress نفسه. فwordpress هو بحد ذاته بهذه الطريقة التي شرحتها. هو cms تقليدي. نظام ادارة محتوى. لكن wordpress نفسه يمكن ايضا ان يصبح headless cms. باي طريقة بكل بساطة يوجد خطوات. طبعا انا ساشرحها خلال هذا المسار ليس اليوم. لكن الطريقة هي بكل بساطة. هو ان اقوم مثلا باقض المعلومات من وورد برس. وعرضها مثلا بنيكس جي اس اب. نيكس جي اس اب هي تقنية هو خاص في رياكت. ايضا لديه كورس على هذا القناة. تمنى ان تشاهدوه. فهذه المقالات انا اخدتها من اخدتها من وورد برس. ذهبت الى مثلا موقعي مرة اخرى موقعي وورد برس. ها هو. وهذه المقالات التي يعرضها كما يعرضها وورد برس. لكن هنا انا استخدم طريقة مختلفة. انني اخذت المقالات من وورد برس. وقمت بماذا? وقمت بعرضها بطريقة عرض نيكس جي اس. جيد? فاذا هذه هي اه يمكن انك تستخدم تستخدم تقوم بالتطبيق بهذا الشكل. لان مثلا لا يعجبك مثلا اه طريقة القوالب التقليدية بورد برس. تريد ان تظهر باستخدام تقنيات مختلفة مثل ري اكت. ان تغير طريقة العرض بورد برس مثلا مثل ري اكت وفيو و اه ونيكس جي اس يمكنك ان تستخدم ذلك بكل سهولة ببطريقة معينة سنتعلمها. ويمكنك جلب المقالات مثلا وعرضها كما اخبرتكم بنيكس جي اس اوب. افضل نفس الطريقة يمكن ان تطبقها بسترابي هنا. ان تاخذ البيانات من هنا. بنيكس جي اس اب. تقوم ب اه. bodas ويكون 할게요. يكون next اس هوbiorات والباك اند هي اه استرابي. فضل لاحظوا نحن نحاول ان نبني دائما استاك بهذه الطريقة. ان نبني ان نرى ما ما التقنية التي نريد نريد استخدامها بالباك اند. وما التقنية التي نريد استخدامها بالفرونت اند. عادة التقنية التي نريد استخدامها استخدامها بالفرونت اند. هي عادة تكون view js, react, next js, angular وكل هذه التقنيات. هذه الاشهرها يعني. هذه التي تستخدم بالفرونت اند. نأتي الى الباك اند. الباك اند يمكن ان نستخدم مثلا يمكن ان نستخدم سترابي حتى يقوم بادارة لنا المحتوى ونصل سترابي مثلا مع اي تقنية فرونت اند. وهكذا نبني استاك متكامل. ايضا وورد بريس نفسه. وورد بريس نفسه كنظام ادارة محتوى يعمل كباك اند وفرونت اند بطريقته العادية بطريقته التقليدية. فمثلا كما قلت ان هذه المقالات وظهرت لنا هنا. لكن وورد بريس ايضا يمكن ان يقوم بالاندماج مع قنيات الفرونت اند الجديدة. التي هي مرة اخرى. next react الى اخره. يمكن الاندماج ان نقوم بربط وورد بريس معها. فنجعل وورد بريس هذه اللوحة تكون هي الباك اند. والفرونت اند هي ماذا? هي الى اخره. اي تقنية فرونت انت 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 تختارها. فهذا هو الموضوع انا احببت اعطيكم فكرة متكاملة عن الهيدلس سي ام اس ما هو وكيف يمكن ان نستخدمه. المعلومة الاخيرة ان بخصوص الهيدلس سي ام اس ليس فقط لدينا سترابي وليس فقط يمكن تحويل وورد بريس الى ذلك. يوجد كثير من الخيارات اه وكثير من الانظمة كورد بريس. يوجد كثير من الانظمة التي تماثل وورد بريس. لكن وورد بريس هو اشهرها. اه و اه يوجد بعض الخيارات المدفوعة الخاصة بهذا بهذا الموضوع. يجد الخيارات المفتوحة المصدر والمجانية التي يمكن ان نستخدمها. ففي هذا المسار الجديد الذي سنبدأه في هذه القناة. سنستخدم اكثر من تقنية. حتى نبني باستخدام هيدلس سي ام اس. فالطريقة التي ستكون هي التالية. هو اننا بداية سنقوم بشرح حول هذا كيف يمكن ان نقوم بادارة المحتوى باستخدام سيكون لدينا هذا هو الدرس القادم. ثم سنقوم بالدمج مع نيكست جي اس. ثم سنقوم باستخدام آآ ساقوم بشرح كيفية تحويل آآ استخدام وورد برس كهيدلس سي ام اس. وايضا سنقوم بربط وورد برس مع نيكست جي اس. وسيكون بعدها لدينا ربما آآ خيارات اخرى بالنسبة للهيدلس سي ام اس وكيف يمكننا بناء فيها. فاذا هذا هي هذا هو المسار الحالي. اذا اعجبك هذا المسار يمكنك الانضمام لي آآ فيديوهات جاواسكريبت كل يوم خميس آآ وانا سعيدة بانضمام بانضمام منكم لي كل يوم خميس بلتعلم شيء خاص بجاواسكريبت وتقنيات جاواسكريبت. فاذا هذا كله لهذا الفيديو اتمنى انه كان مفيد ونلتقي لاحقا مع السلامة.